تعالوا نشوف مع بعض مخطط الخيانة العربية في قطاع غزة برئاسة السيسي المساهمة بتجويع الشعب في قطاع غزة ده مشارك فيه كل الناس اللي في الصورة منع المظاهرات المناصرة لغزة تهريب قوات من فتح إلى غزة مع الشاحنات وبدأوا دلوقتي حملة شيطانة حماس اللي هم كانوا بيتعاملوا معها لها حركة مقاومة عظيمة جدا لكن بدأوا يشيطانوها وبدأوا يعملوا شرخ ما بينها وما بين الشعب الفلسطيني الموجود فهي أصبحت هي العدو وأصبحت هي السبب هم اللي عملوا فيه كده تقارير كتير تطلع في إعلام المتحدة في الإعلام السعودي في الإعلام الإماراتي فلسطينيين بيشتكوا فلسطينيين بيصرخوا حماس وحشة جماعة وبالتالي نوصل للمرحلة الأخيرة اللي هي محاولة إدخال قوات عربية أو فلسطينية أو دولية عشان تحكم غزة على ظهر الدبابات الإسرائيلية الحقيقة إن القصة اللي بتحصل دي مش منفصلة قوي عن الدور السعودي يعني إحنا نتكلم للوقتي عن الدور المصري الدور السعودي الحقيقة اللي بيحصل مش مختلف كتير عن اللي مصري بتعمله لكن السعودية سبقى كذا خطوة تعالوا نشوف مجموعة تغريدات كده عن دور قناة العربية قناة العربية بتعمل إيه؟ أو بتناقش موضوع غزة إزاي في الأيام اللي فات طلعوا لنا كده تغريدات اللي الزملاء كتبوها أو المكتوبة على مواقع التقوص معي عن قناة العربية جاهزة معنا؟ طيب خلينا نشوف التقرير بتاع العربية عن مظاهرات الأردن طيب طلعوا لنا التغريدات اللي جاهز طلعوا يعني أي حاجة عمار بيقولك بدك تطلع عن دينك وتخسر صيامك وتقضيها من أول النهار أو تاكل من أول النهار افتح صفحك قناة العربية وقرأ أخبار غزة منها غيره وسيم بيقولك والله حقد قناة العربية التي يمولها بن سلمان على غزة وعلى من يتضامن معهم من العرب يفوق حقد الصهينة بعشرات الأضعاف تحية لك مع علي الوزير وزير الداخلية الأردني السابق الذي ألقمهم حجرا وألزم هذه المذيعة كذا 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 شاهدوا الفيديو طيب عندما ترى تغطية قناة العربية لحرب غزة وانحيازها الصارخ للرواية الإسرائيلية تدرك أنها ليست إلا رصاصة في بندقية إسرائيلية تتذكر الوصف التاريخي الذي أطلقه العلم الشيخ عبد العزيز الطريفي على قناة المنافقين لو كانت قناة العربية في زمن النبوة مجتمع المنافقون إلا فيها ولا أنفقت أموال بني قريضة إلا عليها من خلال متابعتنا لقناة العربية الحقيقة قدرنا نستشف كده السياسة التحريرية لهذه القناة السعودية فآخر كلام بينشر لحضراتك دلوقتي تسريب السياسة التحريرية الخفية أو الداخلية لقناة العربية السعودية فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من خلال تغطيتهم من خلال الرسائل بتاعتهم التقارير التويتات تغطية الأخبار أسلوب المزيعين والمزيعات كل حاجة تعالوا تشوف مع بعض السياسة التحريرية لقناة العربية أول حاجة يكون جريء فيه الكذبة اللي بتجذبها لحد ما تصدق نفسك وده واضح إنه بيتدربوا عليه كويس هناك فيه الاستوديوهات شيطان حماس إمناعها من حق الرد ده العادي وده اللي مصر دخلت على الخط فيه في دول المفروض إنها مش بتعتبر حماس حركة إرهابية هاجم المظاهرات في أي بلد عربي أينما وجدت المظاهرات في الأردن في أي حتة في العالم العربي هاجمها بسرعة لأن إحنا عندنا مشكلة مع المظاهرات دي محمد بن سلمان ما بيحبش المظاهرات أو يعني السعودية كلها شيطان الحراك المناصر لغزة تماما أي حراك مع غزة لازم يطلع إن حماس اللي عملاه وإنه هو فيه تحريض وإنه فيه فوضى وإنه سيدي الوزير وأصله إن هناك أقوال تقول هذه الحراكات والمظاهرات نابعة من الإخوان المسلمين وهي استنسخ للربيع العربي في 2011 وإنها إذ تكون فلا الحراك وحش فدي من السياسات التحريرية تتبنى الرواية الإسرائيلية كأنك كنت معاهم أي حاجة الإعلام العبري بيقولها فأنت بتتكلم عنها مباشرة وتصور لشعبك إن العالم العربي ضد الفلسطينيين وتوجد مبرر لكل مجازر الاحتلال ويكون مصدرك الرسمي الإعلام العبري ترجمة نانسي قنقر